مكنت مصالح الدركية الوطني لولاية عامة من توقيف شخص على متنية حافلة لنقل المسافرين بحوزاته أزيد من كيلوغرامين من الكيف المعالج بالإضافة إلى أكثر من 300 كبسولة من الحبوب المهلوسة وضخرة حية متمثلة في عشر طلقات نارية من عيار 9 ميليمتر سيد علمت ماطر صدتالي حجزت فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني بالنعامة في عمليات تفتيش كمية من الكيف معالج مقدرة ب2.290 غرام بالإضافة إلى 304 كبسولة من الحبوب المهلوسة نوع بريقابالين وكاد ذخيرة متمثلة في عشر طلقات نارية عيار 9 ميليمتر العملية تم على إثرها توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 إلى 44 سنة مع حجز مركبة سياحية كانت تستعمل في عملية التهريب في ذات سياق تم تحرير محضر في هذا الشأن فيما سيتم تقديم جميع الأطراف أمام سيد وكيل جمهورية لدى محكمة النعام ترجمة نانسي قنقر